واحد من أهم الألغاز الفرعونية اللي لم يصلط عليها الضوء من وجهة نظر يعني بشكل كافي هو ملف الطب يعني الألغاز الفرعونية في ملف السحر في ملف الفلك في ملف الهندسة ألغاز كتير جدا والناس العالم كله تكلم عنه لكن ملف الطب عند أجدادنا المصريين القدماء فيه معجزات حصلت كل الواحد لما يتأمل فيها ويعرف الناس دي عملت إيه من سبع تلاف سنة وخمس تلاف سنة يعرف قد إيه مصر كتعظيمة وقد إيه إحنا أثرنا في الحضارة الإنسانية اللي الغرب بيقول إنه هو الأصل فيها عشان نتكلم عن ده بشكل واضح فيه دراسة جديدة فجرت مفاجأة جبيرة جدا إن من أربع تلاف سنة أجدادنا المصريين القدماء كانوا قادرين على إجراء عمليات جراحية دقيقة في الرأس الاستقصال إيه بقى؟ الأورام السرطانية شفنا الأنكل اللي في الرجل شفنا الحاجات اللي في الفاك شفنا تقويم سنان لكن إحنا بنتكلم عن استقصال أورام سرطانية من كم ألف سنة طبعا ده بيعكس مدى التطور والتقدم اللي وصلوا أجدادنا في مجال الطب يا جمال مش بس استقصال أورام سرطانية مصطفى لكن خليل نروح مع حضراتكم كده نتكلم أكتر عن هذه الدراسة اللي أثبتت المصريين القدماء كانوا ماهرين بشكل استثنائي في الطب المقارنة مع جميع الحضرات القديمة وأعتقد أن أنتوا ستسمعوا مفاجآت خلال هذه الفقرة وندفنا دكتور أحمد عامر الأثري والمتخصص في علم المصريات سبع الخير يا حديك يا دكتور وأهلا بك معنا في سبع الخير يعني سبع الخير يا حديك يا سيدة جمالة وعلى أستاذ مصطفى على كل السادة المشاهدين أهلا بحضرتك أعتقد أنه التاريخ المصري القديم في مجال الطب تحديدا مليان بمفاجآت ومليان بأسرار والناس كلها يمكن العالم كله ماسك بس في التحنيط على سبيل المثال صحيح وسيب بقى كل المجالات الأخرى لو نتكلم بداية عن هذه الدراسة إيه الجديد اللي اكتشفوه اللي أدى لكل هذا يعني خلال النقاش الدائر دلوقتي وعايزة عرف كمان حضرتك الحضارة المصرية خاصة في مجال الطب كانت عبارة عن إيه يعني طبعا الطب المصري القديم لما مارسه مارسه على أسس علمية يعني أسس علمية دقيقة جدا يعني موضوع يعني من نقدر كمان دي معجزات وفقا للزمن اللي كان موجود في المصريين الكداماء بتتكلمي عن جراحات دقيقة سواء كدف الرأس يعني الناس كتيرا ربطة للطب بعلم التحنيط على رغم أن الطب أصلا سابق التحنيط لأن التحنيط جاء بعد الطب مش قبل الطب عشان هو يسأل لمرحلة التحنيط والضقة وفي نفس الوقت يبقى متبكتن رحيز ما بعد الوفاة طبعا قبلها بقى طبعا الموضوع مختلف تماما لكن هي الدراسة التي تتكلم أنا عايز بس يمكن نقول أول مفاجأة أن هي أصلا مش أول دراسة تتعمل هي كان في دراسة قبل منها برضو تكلمت أن المصر القديم لأن أنا حتى لما قررت الخبر قال لك يحتمل لكن كان في دراسة قبلها طبعا تكلمت قالت لك أن المصر القديم بالفعل استقصى الأورام سرطانية من المخ والمقصود بالأورام السرطانية أن بيجي مرض بيقوم بتلف أو تلف الأنسجة فعشان كده ده اسمه الأورام السرطانية وفي نفس الوقت ما كانش من المخ فقط لأن طبعا كان فيه الأورام السرطانية اللي موجودة في السادي دي طبعا تم ذكراه في الحضارة المصرية القديمة واستطاعوا أن يستقصلوها فالموضوع طبعا كبير جدا موضوع الأرم السرطانية احنا بنتكلم عنها دلوقتي فاحنا بنتكلم حتى عن الحضارة المصرية القديمة بنقول أن الطب كمان عندك برديات بتتحدث عن هذه الأمور بشكل رهيب جدا فيه أربع برديات همهم على الإطلاق بردية إيدوني سميس وبردية إبريس طبعا طبعا ما تم بدأ في الحضارة المصرية القديمة من 2270 قبل الميلاد 2780 قبل الميلاد لـ 2270 قبل الميلاد يعني تتكلم في عهد الدولة القديمة يعني من عصر الأسرة الثالثة تقريبا خمس تلاف سرطانية يعني تقريبا نخلي بالك من حاجة احنا بنربط الخمس تلاف والسبح تلاف الرقم ده ممكن يبقى أبعد من كده لكن احنا التقوم عند المصر القديم بدأ في هذا التوقيق لكن تبقى ممكن الحاجات من عصرها وقبل الأسرة آه طبعا وفي نفس الوقت لما نتكلم بنقول عن الطب الطب بدأ من زوء يعني عصر الأهرام عصر بنات الأهرامات فعشان كده لما بنجي مثلا نقول أقدم طبيب يعني في المصر القديم وكان مشهور جدا أم حتب لا أم حتب ده كان مهندس وطبيب لكن ده طبعا كان متخصص يعني كان راجل جراح كمان كأم حتب بالتحديد عندنا كمان حسي راع حسي راع ده يمكن من أقدم الأطباء المشهورين جدا في عهد الملك زوسر في الفترة اللي موجود في أم حتب ده كان طبيب متخصص في الأسنان ده يعني كان تخصصه يعني فيه تخصصات يا جماعة يا جماعة بتعمله حاجات والله وطبعا هو كان راجل ده مشهور جدا في تلك الزمن وعندنا كمان أقدم يعني نقدر أنه أدوات جراحية تم اكتشافها كانت خاصة بالطبيب كار كار ده طبعا برضو كان جراح والأدوات دهت موجودة على فكرة في مدحف أم حتب في سقارة اللي تم افتتاحه يمكن في شهر أنا عايزة صلت الضوء على الأدوات يعني أنا برضو وبعيد عن السامعين اللي دخل أو حد قريب أو حد عنده دخل في موضوع سرطانات يعلم جيدا الخطوات بتاع ده أولا في حاجة اسمها أشعة أنت هتعرف إزاي مكان الورم ثانيا أنت عشان تستقصل محتاج تعقيم الأدوات اللي استخدموها كتعاملها إزاي يعني كيف استقصل المصر القديم وورم يعني حقول في السادي سهل لكن في المخ ده عملوا إزاي خلينا نضيف عليك يا مصطفى كمان يعني التشخيص مبدئيا أصلا والتخدير والتخدير وكيفية الإستقصال طبعا طيب ده كان الكهنة اللي بيعملوا الكلام ده ألا كان طبعا الكهنة دي كانت طبعا موجودة من دون الناس طبعا موجودة من دون الناس يعني لكن مش هما الكهنة فقط لأن كان عندنا زيما قلت عندنا كان حاجة اسمها أقدم مدرس الطب كانت موجودة في سايس سايس دي اللي هي سال حجر اللي في محافظة الغربية اللي هي جنب بلد محمد صراح لعيب كرة مشهور نجريج عشان بس الناس تبعي عرفة الأماكن فيهم بالزبط هي صان الحجر مش شرقية؟ صان الحجر صان الحجر ديت في الشرقية اللي هي تانيس إنما صان الحجر اللي هي سايس اللي هي موجودة جنب بسيون ده مكان وده مكان دي محافظة الغربية وده محافظة الشرقية صحيح وكتعاصمة برضو دي كتعاصمة وده كتعاصمة في تلك الفترات في عهد في الهكسوس طبعا يعني لا هي تانيس طبعا في مدارات شنو الليكسوس ده هي بقى كمان بعد فصلت الليكسوس بشوية لأن طبعا الموضوع ده اسمها يعني أيام الليكسوس عشان ما نروحش الموضوع تاني كانت اسمها أواريس أو أفاريس عشان كده ده كل حاجة ولا حاجة عند المصر القديم لما هنجي نتكلم عن المصر القديم استخدم إيه في الأدوات استخدم المشارط استخدم السكاكين استخدم الوغز بالإبر الصينية اللي موجودة دلوقتي استخدم كمان الخيوط ممكن وقتها يسمها الإبر الصينية لا كان يسمها الإبر بس احنا منعرف الناس بس طلعهم المعلومة هي كانت استخدموا الإبر لكن هي تشبيه بالإبر الصينية حاليا لأنهم طبعا خدوا يعني كل الغرت واخد من الحضارة المصر القديمة كل ما هو يعني ممكن�� تدخيله حتى العطور حتى الحضارة الصينية برضو حضارة قديمة ضربة في القدم برضو بس المصر القديم كان متقدم عن أي حضارة في تلك الفترات يعني حتى يعني لما تجي تبص على الموجود لأن أنت عندك طبعا لو شفنا حتى يمكن اللوحة الأدوات الجراحية الشارع جدا موجودة في معبد كومومبو موجود بقى فعل يعني زي ما قلت المشارط الإبر السكاكين الحاجات اللي كانوا بيقطعوا بيها كل ده كان موجود في الحضارة المصرية القادمة وموسق بالجدريات يعني مش مجرد كلام احنا بنقوله طيب هو موضوع الأمراض طيب المصر القادمة من نجي نتكلم كان فيها جهزة متقدمة دية اللي ما جابتش عليها هي دكتورة في النهاية في مجال الأشعة هي ما كانش فيه أجهزة عشان بس أن نكون متفقين كلمة أجهزة يعني مثلا ينجئ جهاز أشعة جهاز صونار لا ما كانش فيه الكلام ده لكن المصر القادمة مثلا لما كان يعرف عرف ازاي على سبيل المثال لو جبنا مثلا للمرأة الحاملة لو كان بيستخدم حاجات من الطبيعة يعني يجيب مثلا حاجة من الحنطة ويحطها بولي المرأة ممكن من خلالها مثلا لو نبات نبات معين منها يعرف إذا كانت حامل ولا مش حامل دي إجابة يمكن ده نمط للإجابة أكيد ما كانش فيه أجهزة لا لا ما كانش فيه أجهزة يعني يا معظم اللي أنا تكلمت فيه وقلت موضوع اللوحة اللي موجودة في مومبو والأدوات اللي كانوا بيستخدمها لما بنجي حتى نتكلم عن موضوع العملات الجراحية لأن طبعا موضوع التحنيط يعني عندنا جزء مرتبط بالطب السحر والتحنيط الصحيح السحر طبعا معروف إن المصر القديم لما كان بيستخدم السحر كان عشان وفقا لطبيعته هو أو فك calories أ xem which بيقول إن الأمراض بيتيجي من الشاطين وتدرد الأرواح الشريرة وتدرد الأرواح الشريرة من خلال الأرواح الشريرة الكاهن بيستخدمه من أجل بيستخدم التعويز بيستخدم التعويز أو مثلا على سبيل المثال لو حاجة من طبيعة زي البصل البصل ده كان بيترد الأرواح الشريرة ده من ضمن الحاجات طيب لو هنجي نتكلم التحنيط الطحنيت ده طبعاً بيتم بعد الوفاة وفي نفس الوقت كان بيقعد من 40 إلى 70 يوم بتختلف وفقاً لأهمية الشخص اللي بتعمله طحنيت يعني طبعاً أعلى حكام بيبى الملك يعني ما فيش أعلى منه في الحضارة المصرى القديمة وكان برضي بيستخدم حاجات ممكن ما تبقاش موجودة في الحضارة المصرى القديمة بيستورتها من خارج البلاد لأن مش كل حاجات الطحنيت موجودة جوة الدولة المصرية اكتشفوا بشكل بداية عن طريق هذه الأدوات البداية عمل العملية إزاي؟ أهو أقول لحضرتك يعني خدروا واستقصلوا بأدوات نشارة أو سكاكين أو بداية مفروب أنها معقمة يعني برضو إحنا معرفش إحنا دلوقتي مكنش عندهم تعقيم بس أنا برضو مش فهم لا مكنش عندهم تعقيم بس في حاجة مهمة جداً على حسب نوع العملية اللي هيعملها يعني على سبيل المثال لما نجي نتكلم عن بردية إدوني سميس اللي تم تراجمتها طبعاً سنة 1875 دي شرحة 48 حالة مصابة حالة مصابة مثلاً كالعيون كأمراض النساء كالحاجات في أمراض الفرق يمكن دي أهم بردية هي وبردية طبعاً إبريس أهم برديتين يعني بمعنى صحة في البردات الطبية لأن حتى إبريس لو تتكلم بتتكلم عن 400 دواء و800 مثلاً 77 حاجة مثلاً حالة تم التعامل معها يمكن وطولها كان 20 في 30 يعني دي أهم برديتين موجودين بيشرحوا بالنسبة للحضارة المسارة القديمة موضوع علم الطب بدقة شديدة جداً في نفس الوقت لما بتجد تتكلم عن يعني بنقول مثلاً عملية البتر دي حصلت لأنها موثقة لكن حتى الدكتورة بتتكلم عن موضوع جرحة المخ قلت لك إيه؟ يحتمل يعني إحنا مش متأكدين إذن الموضوع ما نقدرش نجزم به 100% لكن الموضوع بيبقى إيه؟ من في المستقبل؟ إيه وإحنا فهمي إحنا بنجمع بازل يعني إحنا ما عندناش طبعاً تصور كامل بس في ضوء الدلالات اللي جات لنا من برديات أو من معابد أو من إيه بنفهم الحالة لكن ورم سرطاني هي برضو يعني برضو مش يعني إيه مش فهمها أو حتى أنت فهمها يا جمال؟ يعني هذه دكتورة على خطة لا بصة يعني أنا بالنسبة لي كل ما بتتعمق أكتر في حضارة مصرية القديمة بتكتشف أن فيه حاجات أنت ممكن بالمنطق ما تستوعبهاش لكن فيما بعد بنكتشف فعلاً وبنعرف إزاي ده حصل وبنكتشف أكتر وأكتر وأكتر يعني على سبيل المساء كان فيه كشف أسر من أسبوع بالزبط أو عشر تيام في الحدود دي في الغرب يعني في الأكسر في الأغاخان كشف ده بتكلم عنه بيعيد كتابة المنطقة من جديد لأن اكتشفوا أمرات كانت موجودة في هذا المكان ما كانوش يعرف عنها حاجة يبقى إذن من الوارد أنه النهار ده يحصل يعني عمليات أو يحصل مثلاً دراسات تؤكد هذا المعلومة أو تنفيها اللي هي بتاعت الورم السرطاني لأنني قلت الحقيقة الورم السرطاني هو خاص بالأنسجة مش خاص بحاجة تانية يعني حاجة بتخش تدمر الأنسجة بتاعت الجسم ممكن تبقى مثلاً في المنكرياس ممكن تبقى في الكبد ممكن تبقى في المخ ممكن تبقى في السادي لأن فيه تم اكتشاف هذا الأمر في الحضارة المسرطاني القديمة اللي هو الورم السرطاني اللي في السادي فعشان كده احنا بنستنى هنا الدراسات عشان كده وإحنا بنقول لازم نتكلم كلام عيني ما يبقاش إفتراضي يبقى لازم الكلام محسوم وبدقة يعني لكن كلمة يحتمل ممكن تبقى المعلومة صحية إحنا فعلاً يعني يمكن حاولنا نوصل المعلومة المصريين القدماء عالمياً هل هم الأول أو الرقم الأول أو المدرسة الأولى أو المرجع الأول في مجال الطب هل سبقنا حد هل في حد كان في مستوانة زي مثلاً الصينيين أو أي حضارة أخرى أشهريين ولا إحنا رقم واحد هل في منافسة هل في دراسة تكلمين ده أو إحنا رقم واحد وفقاً للبردات الموجودة اللي هي خارج مصر على فكرة بردات الطبية ومش موجودة في مصر ده موجودة خارج مصر اللي هم البرداتين الشهرتين جداً اللي هي إدوني سميس وبرلين وكاهون وعندنا كمان أو كاهون وعندنا كمان زي ما قلت البردات الأخيرة اللي هي فيها منحطب كان عامل حاجة برضا أو دراس أو منحطب ولا إمحطب 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 أصلاً منحطب ده ملك إمحطب ده كان موجودة في حاجة تانية خارج اللي كان مع كان معتقد في حصر ملك زوسة اللي هو مهندس المجموعة الهرمال الملك زوسة إمحطب ده ممكن أقدم جراح وأقدم طبيب وآدم معالك بالنسبة للحضارة المصرى القديمة ووصل لمرحلة التقديس زي الكسير من الآلهة وعلى فكرة أنت حتى لو تريد تتكلم عن الآلهة عندك خنسو ما خنسو ده كان عند المصر القديم اللي هو إله القمر اللي هو في السلوسة المقدس في طيبة ده كان رب الشفاء عند المصر القديم فبالتالي انت النهار ده بتوصف لحاجات معالك لكن هو كان رجل طبعا طبيب وجراح سؤالي الحضارة المصرية الأولى عالميا المرجع الأولى الأولى عالميا طبعا وفقا للبغدات المستنالهة الموجودة لأن انت السينة أنا ما شفتش بغدات للسين بتتكلم عن الموضوع طب ما شفتش مثلا يعني لما نجل حتى نتكلم عن الكتابة ويمكن احنا اكتر بنسمع لو هنتكلم عن الحضارة الصينية اكثرها متعلقة بالطب البديل وبالأعشاب وما إلى ذلك بس لك 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 لدينا الاتنين طب بديل اللي هو الأعشاب يعني كده جدا الدراسات والوقت بيكشف لنا اكتر واكتر عن الحضارة المصرية القديمة وإن كان حسب الدراسة يقال يحتمل لكن بكل الأحوال هي دراسة متعلقة بعملية معقدة في الجمجومة وفي الرأس ايه هي بقى وفي كل الأحوال دي أكيد عملية معقدة هي معقدة لأنه بس لو بالنسبة للمتوفق بيبدأ الموضوع سهل بالنسبة للمصر القديم لأنه كان بيشفت المخ ده عشان طبعا يحنط الممياء يا إما من الأنف يا إما طبعا يعمل فتحة في قاعد جمجومة عشان يبتدي يشفت هذا المخ لأنه طبعا معروف أن التحنيط لازم يبقى المكان كله زي اللي تم وضع فيه الأواني الكانوبية لازم يبقى نفوش مياه خالص أو أي حاجة أو سوائل أو جاف لازم شيء مؤكد يعني حتى دي كانت سهلة بالنسبة للمصر القديم بعد الممات إنما قبل الممات مهادية لسه لم نتوصل وأسئلة كتير تدنيها من أول التشخيص للتغدير للعملية نفسها يعني أسئلة كتير جدا يعني أنا أقول لك على حاجة بسيطة جدا المصر القديم لما كان عنده مثلا زكام كان بيقول له إيه أخرج أياها زكام يا ابن الأنف يا متلفة جمجومة شوف الكلام بتاع المصر القديم يعامل معاه وبعد كده يبتدي يعالج ويشخص لأن طبعا كان زي ما قلت مثلا البصل مع البصل طبعا بيداع الزكام عندنا حاجات كتيرة جدا كان بيستخدموا مثلا الحلبة وبرضو من الحاجات التي كان بيستخدمها المصر القديم في حضرته الخاص عندنا حاجات معاناة من الطبيعة كانت بتساعد على هذا الأمر لكن لما بنجي نتكلم عن الجراحات الموضوع داخل جدا بس فيه جراحات عملت آه فيه جراحات تمت وعملت وعملوا الأجهزة التعوضية كل ده كان موجود عشان كده بنقول إن فيه حاجات هم فعلا موثقة وموجودة في الحضرته المصر نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد عامر الأثري والمتخصص في علم المصريات نشكر كيف أننا معاك كل هذه المعلومات شكرا لحضرتك شكرا جزيلا لحركوا يا ظل ملف الطب هو الملف الأكثر غموضا في حضرته المصر القديم وللنغاد لوقتي حتى تفاصيله مش مفهومة وبالتأكيد يوما بعد الآخر عن طريق البرديات والاكتشافات نفهم كيف كانت هذه الحضارة وإزاي أسست لعلم الطب اللي النهاردة العالم كله بيستمد وصوله من المصر القديم